بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء لماذا؟ بارانس سكور كارد هواي ظهر المقياس المتوازن للأداء نتيجة هدية أسباب أهمها فشل كثير من الشركات في البقاء ليس بسبب عدم وجود استراتيجية لعملها ولكن بسبب الفشل في التواصل مع الموظفين في التواصل مع الموظفين لتنفيذ تلك الاستراتيجيات وسلسلة خطواتها النظم الإدارية التي طورت في الماضي كانت تتعامل مع بيئة مستقرة إلى حد كبير بعكس الحاضر الصعب الذي احتدمت فيه شدة المنافسة المقياس المتوازن للأداء المنظورات الأربعة يتطلب المقياس المتوازن للأداء النظر إلى أداء المنشاة من أربع أبعاد التي هي منظورات مختلفة ولكنها تؤثر كل منها في الآخر وهي الأداء المالي، الأداء من وجهة نظر العميل، الأداء الداخلي، وجودة العمليات، مدى تعلم المنشأة وقدرتها على التطور والنمو من خلال تجاربها وتتمحور المنظورات اللي هي الأبعاد الأربعة للأداء حول مقاييس محددة قابلة للتطبيق هي الجودة، الانتاجية، الكفاءة، الحداثة، النجاح التسويقي ترجمة نانسي قنقر